هل علماء الأمة أو الآن العلماء المعاصرين يملكون فعلا تصورا واضحا لكيفية تطبيق الشريعة ومنهجياتها وآلياتها في منظومة الدولة؟ نعم هناك محاولات الآن هناك ثروة فقهية عظيمة مثلا في المعاملات المالية وهناك تجارب لتطبيق نظام الزكاة في عدد من الدول أقول مثل ذلك في قضية التشريع الجنائي أو القانون الجنائي هناك تصورات واضحة هناك تصورات واضحة أيضا فيما يتعلق بالنظم القضائية أو الأصول الأحكام القضائية لكن هذه ليست تفاصيل يعني ليست منظومة الدولة الحقيقية؟ ما أنا أريد أن أقول لك بأن الإشكال الأكبر في قضية الحكم أو في قضية نظام الحكم تجد الآن كثير من المفكرين مختلفين في قضية هذه الدولة كيف تدار مثلا تجد كثير منهم متمسك مثلا بموضوع الخلافة موضوع الخلافة ما أقول كثير لكن بعض الأحزاب قضية الخلافة عندما هي القضية المركزية التي يبدئون فيها ويعيدون بينما تجد آخرين مثلا عندهم نوع من السيولة أو حتى ليست سيولة إنما غازية حيث أنهم يتصورون بأن الإسلام أبدا ما تكلم في قضية النظام والشكل لذلك ما عنده فرق بأن يكون الحكم أوراثيا أو فرعونيا هذه يعني ما ليست ذات بال عنده ولا هي مصدر إشكال فلذلك أقول بأن الأنظمة التفصيلية موجودة وقد كتبت أشياء مفصلة فيما يتعلق بنظام الأسرة فيما يتعلق بالدساتير فيما يتعلق بالقوانين وتفاصيلها وتعلم مثلا بأن دولة كدولة الكويت هذه الدولة العربية قامت فيها لجنة لتعديل الأحكام بما يوافق الشريعة الإسلامية واستمرت هذه اللجنة سنين عددا وخرجت بثروة كبيرة توافر عليها فئام من الفقهاء والعلماء والمفكرين